سأذهب بكم إلى سؤال عبر التطبيق الألكتروني المتوفري على الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياط والذي يمكن تطبيقه وتنزيله على أجهزة الموبايل رقم السؤال 1640 رجاءً اعرضوا لنا صورة السؤال مع جوابه عبر جهاز الموبايل هذا هو السؤال 1640 سأقرأ عليكم السؤال والجواب رجاءً اتركوا الصورة على الشاشة السؤال والجواب داخل الإطار الأحمر السائل هكذا يسأل تقول الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من مقصود بمعرفة الإمام هل هي معرفة اسمه ومتى ولد ومن هو أبوه ومن هي أمه أم المقصود شيئًا آخر إنني أقرأ بحسب ما هو مطبوع لدي وإلا فإن الصحيحة أم المقصود شيء آخر أم المقصود شيئًا آخر أرجو توضيح المقصود بها الجواب يكفي في معرفة الإمام هذا جواب إسحاق الفياط يكفي في معرفة الإمام الحديث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن يكفي في معرفة الإمام أنه الإمام محمد ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرج والاعتقاد بإمامته وخلافته لرسول الله من قبل الله تعالى وأنه مفترض الطاعة حي يرزق وله ظهور بإذنه تعالى يملأ الأرض قصطًا وعدلًا بعدما ملئت ظلماً وجورة هذا السؤال وهذا الجواب أنا لا أشكل على تفاصيل الجواب السؤال صحيح المضمون السائل هكذا سأل تقول الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ما المقصود بمعرفة الإمام هل هي معرفة اسمه ومتى ولد ومن هو أبوه ومن هي أمه كلام جميل أم المقصود أم المقصود شيء آخر أرجو توضيح المقصود بها توضيح المقصود بها بمعرفة الإمام السؤال جميل وصحيح الجواب يكفي في معرفة الإمام أنه الإمام محمد ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه والاعتقاد بإمامته وخلافته لرسول الله من قبل الله تعالى وأنه مفترض الطاعة حي يرزق وله ظهور بإذنه تعالى يملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا الجواب جميل لكن الجواب ناقص فالأحاديث التي تقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لا تقصد هذا القدر من المعرفة فقط هذا أقل قدر من المعرفة السائل يسأل عن هذه الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية السائل يقول هل المعرفة هي معرفة تأريخية بحدود المميزات الشخصية بحدود تأريخ الولادة بحدود معرفة أسماء أسرته من أبيه وأمه بحدود معرفة اسمه بحدود التفاصيل التأريخية لسمات شخصه وسمات أسرته وما يرتبط بهذه الشؤون أم أن المعرفة شيء آخر أجاب إسحاق الفياض جوابا صحيحا لكن الأحاديث لا تقصد هذا فقط هذه مرتبة أولى هذه مرتبة تمهيدية لمعرفة الإمام معرفة الإمام لا تقف عند هذا الحد هذا أقل شأن من شؤون معرفة الإمام المعصوم الذي يفترض بالمرجع الأعلم أن يجيب جوابا دقيقا فيقول من أن الأحاديث تتحدث عن معرفة عظيمة وهائلة للإمام المعصوم لكن المرتبة الأولى هي هذه مع أن ني أعتقد أن الرجل لا يعرف عن إمامه إلا هذا المستوى وفعلا لو كان يعرف إمامه بهذا المستوى بشكل صحيح فهذا جيد وأنا أشك في ذلك لكن الجواب صحيح لكنه ناقص ليس بمستوى سؤال السائل عن هذه الأحاديث الشريفة والذي يفترض بنائب صاحب الزمان أن يكون على معرفة عميقة بإمام زمانه ألا يقولون من أن المراجع هم نواب لصاحب الزمان يفترض في نواب صاحب الزمان أن يكون على معرفة عميقة وعظيمة وواسعة بإمام زمانه ويفترض في الوقت نفسه أن يوجه الشيعة إلى هذه المعرفة ولو بالإجمال أن يقول للسائل هذا من أن المرتبة الأولى هي هذه ومن أن أمامك طريقا طويلا عليك أن تسعى فيه كي تصل إلى المعرفة العميقة والدقيقة لإمام زمانك ألا يفترض بنائب صاحب الزمان أن يكون في شغل دائم لإحياء أمر إمام زمانه وأول فقرة في إحياء أمر إمام زمانه أن يعلم شيعته المعرفة الحقيقية وحتى بالنسبة له هو على المستوى الشخصي فلابد أن يكون في حالة ازدياد بمعرفة إمام زمانه ولو كان لبان لو كان هو على هذا الحال لبان فما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين والجنان هو الفؤاد فما في الجنان يظهر على فلتات اللسان بقصد ومن دون قصد وهذا لا نجده لا في أحاديثه ولا في كتاباته ماذا يقول القرآن مشكلتنا مع مراجع النجف مشكلتنا هو حالهم المرجئ وحالهم البتري مشكلتنا هي هذه لا يعيشون حماسا عقائديا مع إمام زمانهم هم كالخشب المسندة عقائدهم لا روح فيها هكذا نقرأ في سورة البقرة في الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من أحبهم أحب محمدا وآل محمد فقد أحب الله ومن أحب الله فقد أحبهم الآية وضعت لنا قانون واضحا والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لمحمد وآل محمد وبتعبير وبتعبير دقيق وحقيق وواضح وصريح والذين آمنوا أشد حبا لإمام زمانهم كيف يزداد حبهم ومن تساوى يوماه فهو مغبون من المؤمنين من تساوى يوماه في حب إمام زمانه فهو مغبون من تساوى يوماه فهو مغبون الذي يزيد يومه على أمسه هذا هو المأمون فهو مأمون فمن تساوى يوماه في حب إمام زمانه فهو مغبون هو خاسر المغبون هو الخاسر من زاد يومه على أمسه في حب إمام زمانه فهو مأمون هذا هو المأمون أما الذي نقص يومه عن أمسه فهذا ملعون قطعا هذا ملعون هذا أسوأ من المغبون هناك شيعي مغبون وهناك شيعي ملعون وهناك شيعي مأمون الشيعي المأمون الذي زاد حب إمام زمانه في قلبه في يومه الحاضر عن أمسه الماضي هذا هو المأمون والذي لم يزدد بقي على حاله فهذا هو الخاسر هو المغبون فهو مغبون من تساوى يوماه فهو مغبون في أي شيء يتساوى اليومان في حب إمام زماننا هذا الحب كيف يزداد بازدياد المعرفة الحب الحب على نحوين حب فطري وحب معرفي الحب الفطري يكون أساسا للحب المعرفي الحب الفطري من دون أن يزداد وأن ينمو بالمعرفة فإنه سيضمحل شيئا فشيئا الدنيا بما فيها من شؤونها بما فيها من مشاغلها بما فيها من مشاكلها وهمومها ستؤدي إلى اضمحلال ذلك الحب الفطري سيتلاشى شيئا فشيئا إنما يزداد ويتحول إلى حب معرفي حينما تتعمق المعرفة في القلب فهناك حب فطري وهذا حب توفيقي هذا يأتي مع الإنسان بسبب المقدمات بسبب طهارة المولد مثلا بسبب أمور عديدة إنه التوفيق هذا الحب الفطري إذا ما وجدتم برد حبنا في قلوبكم وجدتم برد حبنا على أكبادكم في قلوبكم فترحموا على أمهاتكم لماذا لأن أمهاتنا قد صانتنا عن الحرام ألا رحمة مهدوية على أرحام أمهاتنا التي حافظنا على طهارة ولادتنا على طهارة موالدنا ترحموا على أمهاتكم تلك مقدمات توفيقية للحب الفطري هذا الحب الفطري إذا ما تراكمت عليه القذارات الدنيوية فإنه سيضمحل وربما سينتهي سيندثر إنما يحتاج إلى تسجير تنظيف بالمعرفة ولذلك يقولون حديثنا جلاء القلوب مثلما يجلو الصيقل عن السيف الكدر والصدأ والرين فإن حديثنا يجلو عن القلوب الرين والكدر حديثهم كلامهم كلامكم نور إنه نور معرفتهم هذا الذي تقوم حوزة الطوسي بطمره بطمر حديثهم هذه الحوزة طمرت معارف أهل البيت ألا لعنة عليها هذه الحوزة طمرت تفسير علي وآل علي ألا لعنة عليها ألا لعنة على منهجها المرجئي البتري القذر النجس منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذه الفضائيات تضخ القذارات وهؤلاء المعممون من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء يضخون النجاسات المرجئية في كل مكان على المنابر وعبر الفضائيات وفي دروسهم وفي كل مكان يتواجدون فيه هؤلاء الأوباش هذا هو الواقع الشيعي وأنا أقرأ عليكم من المواقع الألكترونية الرسمية لهؤلاء المراجع لمراجعكم المرجئيين البتريين المقصرين سود الله وجوههم ماذا فعلوا بنا ماذا فعلوا بأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا وماذا فعلوا بنا وفعلوا بالأجيال المعاصرة أخبياء ثولان وجعلوا الشيعة أخبياء ثولان هم بعيدون عن إمام زمانهم وأخذوا الشيعة بعيداً عن إمام زمانهم بضلالهم وجهلهم وعدم معرفتهم لحقائق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي ولحقائق معارف أحاديثهم الشريفة التي تجلص صدأ ورين عن القلوب حديثنا أئمتنا يقولون حديثنا حياة للقلوب حياة حديثنا جلاء للقلوب فهذه الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لا يحق لإسحاق الفياض ولا لغيره من المراجع أن يجعل هذه الأحاديث محصورة بهذا المضمون هذا تضليل أو أنه جهل والذي أعتقده هو جهل هذا الرجل جاهل شرائط مرجع التقليد أن يكون جاهلا بمعارف أهل البيت وأن يكون غاطسا في قذارات الشوافع والمعتزلة وأن يكون عاجزا عن الكلام بشكل واضح بحيث يستطيع أن يفهم الشيعة ما يريد وأن يكون مجيبا على الأسئلة بأجوبة الضلال هذه هي شرائط مرجع التقليد ما هذا هو الواقع الذي وجدناه في الماضين ونجده الآن في الحاضرين والقادمون على نفس هذه الطريقة فهم يشربون من نفس مياه المجاري ويأكلون من نفس المراحض هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مراجع النجف وما إسحاق الفياض إلا أنموذج وسيحيق هذا أنموذج لكنه قطعا الأعلام الأعلام الذي انتخبه لنا الأعلام هذا ناهب صاحب الزمان السيستاني الأعلام هو الذي انتخب لنا نائب صاحب الزمان الثاني الأعلام هذا هو العلم وقال الله يديم يا علم على الشيعة شلوه العلم هذا النخعي حين سأل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان حين سأل إمامنا الهادي فقال له علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم هذا كلام موسى ابن عبد الله النخعي يقول لإمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه إمامنا الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة هذه هي معرفة الأئمة وهذه المعرفة على مراتب قد أفهم الزيارة الجامعة الكبيرة بفهم أعلى من فهمكم ربما ويأتي آخر يفهمها بفهم أعلى من فهمي وهكذا ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة موالية لا أحصي ثناءكم لا أحصي ثناءكم الثناء هو وصف للجميل هو ذكر للجميل موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وإنما أترقى شيئا فشيئا بحسب هذه المعرفة هذه المعرفة التي يريدها إمام زماننا أما المعرفة التي تحدث عنها إسحاق الفياط وهو نائب إمام الزمان كما هم يقولون بالنسبة لي هؤلاء نواب للشيطان ما هم بنواب لصاحب الزمان لكن كما هم يقولون وإلا فهم في عقيدة نواب إبليس وأقولها باللسان صريح أنا أعتقد بهذا هؤلاء نواب إبليس بشكل حقيقي من دون أدنى شك عندي قد يقول قائل وأنت لست على علاقة بإبليس كلنا على علاقة بإبليس وقد أكون أكثر شرا منهم لكنني لا أقول للناس تعالوا واتبعوني وخذوا بكلامي وإنما أحدثهم بحديث أهل البيت وأقول لهم تأكدوا من ذلك وافحصوا الأمر بأنفسكم لا تتبعوني ولا تصدقوا كلامي وإنما اجعلوني مصدرا لكم فأنتم لا تمتلكون خبرتي فاجعلوا خبرتي مصدرا لكم ولكن تأكدوا بأنفسكم فليس هناك من ضير على الناس إذا كنت على علاقة بإبليس أما هؤلاء يقولون للناس تعالوا واتبعونا وقدسونا وإن من رد علينا فقد رد على الله وهذا كذب وافتراء على آل محمد آل محمد قالوا عن أنفسهم من أن الذي يرد عليهم فهو يرد على الله وقالوا عن الحكام الشرعيين الذين لا وجود لهم بيننا هؤلاء ما هم بحكام شر هؤلاء نواب إبليس قد تقولون كيف تقول من أن هؤلاء ما هم بحكام شر لأن أوصاف الحكام الشرعيين التي وردت في حديث العترة في حديث تنصيبهم تنصيب هؤلاء لا تنطبق عليهم أبدا بل أوصاف هؤلاء أتحدث عن مراجع النجف بالضبط تناقض أوصاف الحكام الشرعيين بحسب ميزان إمامنا الصادق بدرجة مئة بالمئة فما هم بحكام شرعي على أي حال أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم هذا المضمون يتردد في الزيارة أيضا في جهة أخرى من جهاتها بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم والذين آمنوا كما مر علينا في القانون الذي تلوته عليكم من سورة البقرة في الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة والذين آمنوا أشد حبا لله كيف يزداد هذا الحب بازدياد المعرفة المعرفة التي تعبر عنها الزيارة الجامعة الكبيرة بهذا التعبير موالية لا أحصي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وتقول أيضا بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصفوا حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم هؤلاء هم أئمتنا ونحن مطالبون أن نزداد في معرفتهم فإذا ازددنا في معرفتهم ازددنا في حبهم والذين آمنوا أشد حبا لله هناك قضية خطيرة خطيرة جدا إذا لم نتحرك بهذا الأسلوب الذي يخبرنا القرآن عنه من أن الذين آمنوا أشد حبا لله وبحسب مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة وأن ننشغل بالأمور المهمة مثل ما يفعلون في حوزة النجف أن ينشغلوا بالطقوس والعبادات الفارغة من معرفة إمام زماننا فإن الضلال هذا وإن الجفاء هذا سيتراكم شيئا فشيئا حتى يضمح الله الحب في قلوبنا وأفئدتنا فيبقى أثرا تبقى أثار الحب إذا كان الحب موجودا فإنه سينعكس حماسا عقائديا وهذا لا نجده في الشيعة لماذا؟ لأن الحب قد اضمحل إذن ما هذه العاطفة باتجاه أهل البيت هذه بقايا آثار الحب إذا كان الحب موجودا الذي يعشق امرأة جميلة فإن حبها سيتأجج في داخله حتى يتواصل معها نعم إذا تواصل معها ووصل إلى غايته والمرأة كذلك إذا ما عشقت رجلا وتأجج الحب في قلبها وتواصلت بعد ذلك فإن الحب ستنطفئ جذوته شيئا فشيئا لأن الجمال الذي تعلق به الرجل في المرأة أو تعلقت به المرأة في الرجل كان جمالا محدودا كان جمالا نسبيا الجمال المطلق عند الإمام المعصوم عند محمد وآل محمد اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هذا جمال الحقيقة لا أتحدث عن الجمال الحسي أتحدث عن جمال الحقيقة أتحدث عن جمال الإبداع اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله أجمل الجمال هم فإذا كان الحب متوقدا وقادنا أن نتواصل معهم فإن الحب سيزداد وذلك بسبب اقترابنا منهم فإن المعرفة ستزداد وازدياد المعرفة إنما يأتي بتوفيق منهم وإمامنا الكاظم بيّن لنا الحقيقة من أن أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج انتظار الفرج هو علاقتنا بإمام زماننا الحجة بن الحسن هذه العبادة التي يقول عنها رسول الله أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج إمامنا الكاظم يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج فانتظار الفرج من دون معرفة لا معنى له انتظار الفرج يعتمد على المعرفة إذا لم تتحقق هذه المعاني فإن الحب سيضمحل شيئا فشيئا وإذا اضمحل الحب شيئا فشيئا فإننا سنقع في هذه الكارثة التي تتحدث عنها سورة التوبة في الآية الرابعة والعشرين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره بخذلانكم بسوء عاقبتكم والله لا يهدي القوم الفاسقين هؤلاء فاسقون بشهادة الله بفتوى من الله وليس بفتوى من مرجع من مراجع حوزة الطوسي من هؤلاء الخائبين الفاشلين الجاهلين هؤلاء الخوئي السستاني إسحاق الفياض والبقية لا يشترطون في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت وأن يكون له ثبات تام في معرفتهم هذا الكلام موجود في كتبهم وقد قرأته عليكم في برامج السابقة من كتاب التنقيح في الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والتخليد للسيد الخوئي وقرأته أيضا من كتاب الاجتهاد والاحتياط والتخليد للسستاني في مباحث الاجتهاد والتخليد في كتاب له ذكر الكلام نفسه الذي ذكره الخوئي إسحاق الفياض على هذا المنهج والبقية الباقية لا يشترطون في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في معرفتهم نصا هذه هي كلمات الخوئي في كتابه التنقيح هذه كلمات الخوئي فهو لا يشترط في مرجع التخليد أن يكون مرجع التخليد شديد الحب له أو أن يكون له قدم ثابت في معرفته هذا هو القرآن الصريح من أن القلب والفؤاد إذا ازداد فيه حب لأي شيء على حب محمد وآل محمد فإن العاقبة هي الخذلان فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه المعرفة التي تحدث عنها إسحاق الفياط هذه معرفة ناقصة قاصرة إنما هي خطوة صحيحة أولى فقط هذا الموضوع موضوع واسع وواسع جدا لكنني أتمنى عليكم أن تقارنوا بين المذاق الذي أتحدث به والمذاق الذي يتحدث به إسحاق الفياط وهو أنموذج من مراجع حوزة الطوسي من مراجع حوزة النجف ولا تنسوا فإنه المرجع الأعلم بتعيين من السستاني الذي هو المرجع الأعلم بتعيين من مؤسسة الخوع التي أعرضت عنه وعينت بعد ذلك إسحاق الفياض من أنه المرجع الأعلم وتلاحظون أن المرجع الفياض يفيض علينا جهلا وغباء وثولا ويفيض علينا جفاء وبعدا يأخذنا به عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أتمنى أن ينتفع إسحاق الفياض من هذه الحلقات لأنني على علم الأخبار تصلني من أن إسحاق الفياض يتابع هذه الحلقات بدقة متناهية أعتذر إليك ولكن أنت الذي سببت هذا لنفسك حينما كنت في النجف وتحرض الناس علي على البعد ما تطرقت إليك وإلا فإن أخبارك عندي يا أسيحيق يا أبا محمود أنا أعلم ماذا كنت تقول في مجالسك الخاصة لا أريد أن أقول كلاما ويقال من أنني أفتر عليك فأنت في مجالسك الخاصة تمدحني أنا أعرف هذا يا أسيحيق تمدح علمي وذكائي ونبوغي كما تقول أنت ولكنك في الجو العام كنت تحرض علي الأخبار عندي لكنني ما تعرضت لك لأنني لا أرى لك تأثيرا ولا قيمة لك وأنت مرجع دكة يقضي عليك السيستان أغراضه ومصالحه وكذلك ولده أمحمد رضا لكن حينما بعثك أمحمد رضا بمأمورية لحرب قناة القمر أصبح الأمر شيئا آخر ولذا فإن اللوم لا يقع علي اللوم يا إسحاق يقع عليك يقع عليك أتمنى أن تنتفع من الحلقات هذه ولا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك فلقد انتهى وقت التوفيق بالنسبة لك ولأمثالك لست أنا بمالك التوفيق لكن القرائنة هكذا تقول لا أعتقد أن شخصا بسنك هذا وبعمرك هذا يأتي مؤتمرا بأمر محمد رضا قاطعا المسافات الشاسعة لأجل أن يحارب مؤسسة تنشر ثقافة العترة الطاهرة المؤسسة الوحيدة في العالم الشيعي في شرق الأرض وغربها المؤسسة الوحيدة الحرة المستقلة التي لا تبالي بأحد لا بزعامات دينية ولا بزعامات سياسية ما نشتري ولا واحد منهم بقندرة عتيقة لا من المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع القندرة الأسفل ولا بالسياسية لا نعبع بأحد نعبع بإمام زماننا فقط وننشر فكره وحديثه وعقائده وجاي أنت بطاحت حظك وجهلك وطاحت صبغك جاي منك إلى هنا إلى لندن لحرب هذه المؤسسة غبي أنت غبي أنت استلم استلم الحلقات مستمرة استلم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر